لم تبكي لفقد عزيز أو قريب بل أبكها وضع لا يمكن احتماله ومعاناة تكررت مع كثير من الأسر النازحة التي استقر بها الحال هنا في مأرب حيث أصبح الحصول على شقة للإيجار حلما من الصعب تحقيقه ما هو معروف أن كل شقة تسكنها أسرة غير أن الواقع هنا عكس ذلك تماما إذ كل قرفة سكن لأسرة بكاملها بالنسبة للإيجارات ارتفعت فعلا بأسعار جنونية جدا حتى أن أغلب الناس الآن ما وجدوا مأوى يؤويهم في هذه البلاد ما سطعت أن أجد سكن لي بسبب ارتفاع أسعار الإيجارات من الشقة تصل إيجارها ما يقارب خمسمائة دولار مأرب المهيئة لقرابة ثلاثمائة ألف شخص باتت اليوم تكتض بما يقارب مليون وخمسمائة حسب إحصائيات رسمية وما زال النزوح مستمر حيث أصبحت المحافظة قبلة الفارين من بطشع ناصر الميليشيا في محافظات عدة ناهيك عن كونها أشبه بعاصمة عسكرية لقوات الشرعية هذا الإقبال تسبب في ضغط على المدينة وخدماتها الشحيحة أصلا مما تسبب في زيادة أسعار كل شيء بشكل جنوني بما فيها إيجارات السكن كان عدد السكان فيها ثمانية وثلاثين ألف نسمة اليوم ما يناهز الاثنين المليون إلى المليون والثمانين المه من جميع ابناء المحافظة تم تشكيل لجنة لدراسة وعمل قانون منظم للإيجارات وهناك ناس جشعين للأسف الشديد أقول هذه كلمة جشعين أن يحاول أن يستغل وكأنها سوب إذن معاناة تتفاقم يوما بعد آخر ليس بسبب ارتفاع الأسعار فحسب وإنما لاشتراط المؤجرون دفع إيجارات ثلاثة أشهر قادمة كحد أدنى ارتفاع الطلب وندرة المساكن وكثرة النازحين ثلاثية عقدت من الوضع كثيرا بالنسبة للسكان والنازحين على السواء اشتركوا في القناة